موسيقى ليه الناس في مصر وخصوصا في الوسط السياسي بيتعاملوا مع سادات وعبد الناصر كأنهم أهلي وزمالي في الشارع السياسي ويمكن في العادي الناس تقولك أنا ناصري ودي يقولك أنا ساداتي طب ليه ليه إحنا ما نكونش تكون ناصري وساداتي وتكون شايف رؤساء مصر كل واحد فيهم له ما له وعليه ما عليه ليه ما تحبش عبد الناصر وتحب السادات في نفس الوقت ليه في شوية عداء ما بين الناصريين والساداتيين طيب خلينا أقولك أنا مبسوط من السؤال ده لأنه طبعا ده أنا يعني متوقف عنده كتير نتيجة مواقف كتير الواحد يتعرض عليه إنما خديني أقولك بكل صراحة يعني يجب إن الجميع يفهم إنه رؤساء مصر على مدى التاريخ يعني سواء عبد الناصر السادات والرئيس المبارك كلهم جميعا في النهاية كل واحد كان عايش ظروفه وقته تحدياته يجب إن إحنا يعني نتوقف عن المقارنات ويجب إن إحنا يبقى عندنا يعني قدر من يعني إن إحنا نبقى فاهمين إنه هؤلاء قدوا ما عليهم ما بنشككش في وطنية أحد لكن ممكن كل منهم يكون أصاب وأخطأ وده طبيعة البشر ما هماش أنبياء يعني لفوق المسائلة ولا المحاسبة إنما إن أنا أبقى متعصب لحد أو أتشنج لما تيجي يصير تحدي ده كلام يعني لا يليق ويجب إن إحنا نبقى منصفين في حق هؤلاء جميعا نقول اللي ليه واللي عليه برضو في إطار من اللباقة ومن لإنه في النهاية زعماء يعني وعاشوا ظروف وتفاعلوا مع الأحداث المحيطة وزي ما بقول يصيبوا يخطؤوا يعني فيش مشكلة إنما التعصب وإنه يبقى دائما يعني كله متمترس حوالين يعني إنه مؤمن بهذا وضد ذلك أنا بشوف إن ده كلام يعني بياخدنا لمهاطرات وملهاش معنا حضرتك شايفها فتنة ولو شايفها فتنة مين زرع الفتنة دي وخلها زي الكرة كده زي أهل وزمالك يعني أنا بشوف أخوان النصريين يعني شوية ما عندهمش قدر من التسامح يعني شوية متعصبين زيادة يعني ما بيبقوا شوية حساسين جدا يعني أنا شايف إنه لا يعني لا يجب إن إحنا كل رؤسائنا وزعمائنا محل تقدير حتى لو اختلفنا معهم طبعا وإذا كان اختلفنا ده يجب أن يكون في إطار يعني زي بقول وصالح العام ما فيش تشكيك ولا تخوين ولا يعني كلام ما يصحش يعني طبعا لكل منهم تاريخه يعني عبد الناصر مهما مرت السنين طبعا وتزايدة الأحداث يفضل عبد الناصر هو عبد الناصر طبعا ويفضل بزعمته وبشخصيته القوية طبعا وبكارزمته وبحضوره وبأداءه وأيضا الرئيس السادات بقرار الحرب وقرار السلام صحيح الحالة اللي خلقها في مصر طبعا كل منهم زي ما حالك تفضلت له أخطاء وله ميزاته والرئيس مبارك نفسه طبعا يعني صحيح آه صورة قامت في 2011 إنما في النهاية ما قدرش أقول إن كل فترة حكمه كانت سلبيات لا برضو لازم نبقى منصفين يعني هو وحرمه يعني كان لها جهد كبير في قضايا كثيرة ما ينفعش إن إحنا نتناسى ده طبعا آه ممكن نختلف بقى ونقول أصله كان وإنما ما ينفعش إن إحنا يعني ده يعني سيدنا النبي عليه الصدر والسلام وربنا سبحانه وتعالى يعني ما ينفعش إن إحنا نظلم الناس في كل ما كانوا بيقوموا بيا يعني لازم يبقى في الإنصال طبعا